هنتعرف على حكاية الشاعر بيرام التونسي مع الملك فؤاد وازاي كشف ضيحهم وإعلقة الأرهى السلطاني والأرهى الملوكي وكيف عقبه الملك فؤاد بيرام التونسي واحد من أبرى الشعراء العمية ولد في الإسكندرية في 3 مارس 1893 ذكر بيرام التونسي هذه الأسرة بأبشع الأخبار فقال إن توفيق أخ فؤاد هو اللي دخل الإنجليز البلاد ومكنهم منها وكان ضد الحركة الوطنية فمش عجيب أبدا إن أخوه فؤاد ياخد نفس الأخلاق من استهتار فورثوا عن أبوهم غرق البلاد في الديون بسبب نزواته الجنسية وكمان حاب يقلد أبو الخديوي اسماعيل فاتجوز على بحور دماء الشعب من مصادمتهم مع الإنجليز فقال إنه اتجوز نظلي بعد علاقة غير شرعية بدليل إنه خلف فاروق بعد 6 شهور وقال بيرام التونسي في هذه الحادثة قصيدة الأرهى الملوكي قال البمية في البستان تهز القرون وجنبها الأرع المملوكي اللطيف والدايدبان داير يلم الزبون صهين صهين وقدمه امتثل يا خفيف نزل يلعلت تحت برج الأمر ربي يبرك لك في عمر الغلاف بس يخسار الشهر كان مش تمام ده غير نتكلم عن الأميرة فيقة بنت الملك فؤاد من زوجته الأولى الأميرة شويكار فقال إنها كانت على علاقة غير شرعية بمحافظ القاهرة حسين فخري ولما أبوها عارف بالأمر دا طلب منه أن يتجوزها ولكنه رفض وعرض نفس الأمر على أخوه وأغراب المنصب فوافق في الحال فأطلق بيرام التونسي في هذه الحادثة قصيدة الزجل باسم الأرعى السلطاني وقال البنت ماشية من زمان تتمختر والغفلة زرعة في الديوان فرع خضر تشوف حبيبها في الجاكتة الكاكي والستة خيل والأمشاجي ملاكي وفد البيرام التونسي يهاجم فيهم وينشر فضيحهم وقال إن الحكومة أرادت إنها تقدموا لمحكمة الجنيات وبرغم كده مش ساكت نهزل نقد وترياء عليهم لدرجة إن أنصار فؤاد فضل يغروب المناصب والخدمات الكبيرة لو رجع عن طريقه ولكنه رفض وأكد إنه كان بيعمل كل دا علشان استقلال البلاد ولما عجزوا عن إغراءه قاموا بنفيه بره البلاد في فرنسا وفرنسا رحلته لبلده تودس ويذكر أنه نفيا في عيد الأطحى في 25 أغسطس 1920 وكان عنده 27 سنة ترجمة نانسي قنقر